أتوقع وفقاً لتقارير وفيه وفقاً لإفادات من مصادرنا إنه الاحتمال الأكبر يعني إن شاء الله أن يصلوا إلى اتفاق في جولة القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة وربما يتم التوقيع والإعلان عن التوقيع هذه الاتفاقية في القاهرة إن شاء الله خلال نهاية هذا الأسبوع لأنه فعلاً أمور كتيرها تتغير لو تم التواصل إلى وقت إطلاق النار أهم هذه الأمور هو إنه قطاع غزة يعود لحياته لأنه هو طبعاً لا عودة للحياة يعني قبل 7 أكتوبر غير بعد 7 أكتوبر لأنه غزة أصبحت مدينة الركام يعني مدينة الركام أكبر مدينة الركام في العالم الجماعة قالوا إنه الركام بتاع غزة لو تحط في قطر أو في شاحنات هتوصل من أعتقد من أمريكا اليابان حاجة كده يعني من سنغافورة للولايات المتحدة الأمريكية يعني سنغافورة واليابان أمور بينهم بعض مش مشكلة يعني يعني لو أنت تخيل حجم الركام مخلفات نتيجة الضرب الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي لو حطناها في شاحنات أهو قدام حضراتكم شايفين دي غزة يا جماعة دي غزة يا جماعة مدينة أشباح غير قابلة للحياة مدينة غير قابلة لعادة الأعمار شايفين أدي غزة أهو شايفين شايفين القصف شايفة ضرب كل دي كانت بيوت ناس وبيوت فيها حاجات ناس وعفشوهم وأكلوهم وشربوهم ووراقهم وفلسهم ودهبهم كل دي تخيل هذه غزة هذه هي غزة الآن هذه هي غزة الآن اللي بيكلم بيقول الشعب الفلسطيني صامد وبيحق النصر أهو يا جماعة ما نتحقش على بعض أهو بندعم المقاومة الفلسطينية وبندعم الفلسطينيين وبنلعن إسرائيل للنهار لكن يا جماعة أدي نتيجة الحرب أهو أدي نتيجة الحرب على غزة هذه هي نتيجة الحرب على غزة تحولت غزة إلى آسرون بعد عين تحولت غزة إلى مدينة أشباح تحولت غزة إلى مدينة ركام كنا بنقول في بداية الحرب أهل غزة أدرى بركامها زي أهل مكة أدرى بشعبها بنقول على غزة أهل غزة أدرى بركامها لم يعود حتى أهل غزة يدرون لا دروب ولا طرق ولا ممرات لأنه زي ما انتوا شايفين هي دي مدينة غزة اللي كانت في يوم من الأيام مدينة عامرة بالحياة هي دي اه اه شايفين يا جماعة شايفين الصورة شايفين الصور شايفين الحقيقة المرة شايفين النصر المؤذر اللي بتكلموا عليه البعض بعض الحنجوريين اللي بتكلموا على نصر مؤذر قد تحقق هذا هو ملامح النصر المؤذر هذا هو ملامح النصر المؤذر اللي بتكلم على نصر وبيتكلم على ان احنا غيرنا المعادلة اهو ادي المعادلة غيرت فعلا ادي النصر المؤذر مع المقاومة قلب قلبا وقالبا مع الحق الفلسطيني قلبا وقالبا مع الوحدة الفلسطينية قلبا وقالبا ضد اسرائيل في كل الاحوال وعلى طول الخط لكن هذا هو الواقع المرير شعب الفلسطيني شعب غزة ادي هي السمار اللي بيجنيها شعب غزة اهو شايفين الصورة شايفين الصورة الاحياء كلها في غزة من الشمال الى الجنوب تحولت الى كوم التراب تحولت الى زي ما بقول مدينة اشباح خلاص غير قابلة للحياة مين هيعمر غزة مين هيستطيع تعميرها لو بدأنا من النهاردة هنقعد كم سنة عشر سنين عشرين سنة عشان نبني المدينة من اول جديد قابل ما ابنيها لو نروح في الصحراء هابنيها بسهولة لكن دي الاول محتاج اهد كل البيوت دي الاول اشيل الركام اوديه فين الركام ده هيروح فين الركام اللي موجود ده قدامكم البيوت دي هتروح فين وكم سنة عما الناس نبني بيوت تبني عمارات تبني محلات تبني مستشفيات تبني مدارس هذا هو فعل الاسرائيليين هذا هو فعل الاسرائيليين هذا هو فعل صهاين الاسرائيليين لكن ايضا بقول انه حماس وهي بتاخد قرار حرب سبع اكتوبر هل كانت تعلم ويعلم قرد حماس انه ستتحول غزة الى كوم التراب معرفش انا معرفش هل غزة هل قرد حماس كانوا يحسبوا حساب ما جارة الان برضو معرفش يعني خليني اقول انه التاريخ هيحكم على الجميع دون ان يكون هناك نوع من دغدغة مشاعر الناس ودون ان يكون هناك نوع من المزايدات بقول لا اللي حصل في غزة يعني سيقف امامه التاريخ طويلا 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 سنقف امام هذا المشهد العبتي عبت حقيقي لكن بقول تاني انه سهل جدا دلوقتي تقول انه اي امة عشان تتحرر لا تضحي بالغالي والنفيس صحيح اضحي الجزار في مليون شهيد راح واحنا في سبعة عشان احرق في تلاتة وسبعين راح كام شهيد والأمام والشعوب بتود ضحايا عادي جدا صحيح برضو لكن ايضا انه الصورة اللي اماني صورة غزة اعتقد انه الامور فيها شيء غلط اعتقد انه الحسابات خاطئة الحسابات كانت خاطئة انا لا اتجه تجاه معين ولاacağımح تلمح معين احنا مع القدر الفلسطيني مع الحق الفلسطيني احنا مع المقاومة الفلسطينيات احنا لا نجامل ولا نزيد ولا نراوغ احنا بنقول تاني احنا مع الحق الفلسطيني إسرائيل إذا أرادت أن تعيش في أمان في المنطقة عليها أن تقيم وتوافق على إقامة دولة فلسطينية لها سيادة كاملة عاصمة القدس الشرقية أعتقد ده هيفرق كتير جدا في أمن إسرائيل والداخل الإسرائيل لكن اللي بيحصل دلوقتي أعتقد أنه بينذر أنه الموضوع بعيد والحلم تبدد إحنا مش قاعدين على مكان مخملي وبنحلم نحلم يلا أقول زي أنت بتقول إن إحنا نقدر نحرر ونقدر نعمل ونقدر نرمز يلا أقول زي عايزنا أقول زي لكن نقطة نظام ونقطة تعقل وخلينا نشوف الواقعية السياسية مش الحنجورية السياسية في فرق بين الواقعية السياسية البرجماتية وأنا أظن إن السنوار البرجماتي أظن وأظن أيضا إنه عنده قدر من فهم الواقع أظن ذلك بقول تاني إن فيه فرق بين الحنجورية السياسية عمال أتكلم بس واخطب وفيه بفرق بين الواقعية السياسية أنا هكسب إيه؟ وهكسب إيه؟ أنا دخلت في حرب السبعة أكتوبر يلا نشوف الرابحون والخاسرون مراكز الدراسات المفروض تحسب لنا الفلسطينية والعربية والعالمية يقولون من الرابح ومن الخاسر إجمالا بقى القضية الفلسطينية عادت إلى الواجهة عادت إلى أولى أولويات الناس العالم كله عرف إن فيه قضية فلسطينية العالم كله عرف إن إسرائيل كدبين العالم كله عرف إنه فيه ناس في فلسطين زي الصور اللي شفناها والضمار اللي شفناها وأطفال والنساء بيقتلوا ده كله مكاسب صحيح القضية الفلسطينية لكن على المشتوى الاستراتيجي على المشتوى العملي إيه اللي القضية الفلسطينية ممكن نمسكه في إيدينا إيه؟ اه العالم عرف والمظاهرات عامة الجامعات الأمريكية والأوروبية والمظاهرات عامة الشوارع والقضية الفلسطينية سعرت وبقت هي بتاخد وقت الإعلام كله كل دا كويس كده والحق الفلسطيني والأمم المتحدة والعدل الدولية والجنائية الدولية كل دا أنا رائع وقلته وسعيد وهعيده وأقول لا القضية نفسها الدولة الفلسطينية نفسها فيين فين الوحدة الفلسطينية فين الفصائل الفلسطينية اللي راحوا سبعتاشر تمنتاشر جولة للمصالحة والوئام والاتفاق والحقوب والغرام في مصر وفي تركيا وفي الجزائر وفي مكة وفي جدة وفي الصين وفي روسيا فين؟ آخر حاجة كان أبو مازل موجود في تركيا مع رئيس أردغان وقال أنا هطلع من هنا على غز وعايز نستيجع بعد عشر شهور مش مشكلة أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي مطلقا لكن السؤال بعد كل هذا الخراب وكل هذا وكل هؤلاء الشهداء وكل هذا الوضع المأساوي خلينا أقول بعد كل هذه التضحيات التضحيات من أجل القضية هبقى أنها تضحيات اختيارية كل هذه التضحيات الاختيارية والعفوية والإجبارية حدثت عايز أطلع بمقابل عايز أطلع بمقابل أنا النهاردة بتكلم النهاردة النهاردة بتكلمه معاك وانا بقال عشر شهور على إيه وقف اطلاق النهار بتكلم على إيه على وقف اطلاق النهار ما بتكلمش النهاردة على دولة فلسلامية ما بتكلمش النهاردة على خروج إسرائيل من المستوطنات ما بتكلمش النهاردة على عودة إسرائيل ما بتكلم على وقف اطلاق النهار مع وجود إسرائيليين داخل غزة يعني عادة احتلالها تاني قبل سبع اكتوبر وانا مش انهزامي معاذ الله انا بقول بس قبل ما ناخد القرار قبل ما اعمل عمل اكون عارف رجلي حدوتها فيه دا العقلانية دا الواقعية السياسية وليس الحنجورية انا عارف اني في ناس بتصطاد وفي ناس مثلا